وصفتنا اليوم فطاير الشواي بحشوة التونة بعجينة هشة وحشوة لو جربتوها رح تعتمدوها يلا نشوف كيف حضرتها للعجينة رح أحتاج 3 أكواب طحين ملعقتين كبار لبن زبادي ربع كوب زيت زيتون مع زيت نباتي نص ملعقة صغيرة خميرة ونص ملعقة صغيرة بكنك بودر رشة ملح ورشة سكر وضيف الماء الدافي بالتدريج وبعجينة لتتماسك وتلتم على بعضها وبغطيها لتتخمر وترتاح للحشوة بيلزمني علي بتين تونة صفيتهم من الزيت ضفت لهم 3 كوب دراء 3 ملعقة كبار مايونيز عصير ليمون فلفل أسود وكترو بيطلع أطيب تون بودر ملح وبخلطهم منيح وممكن نضيفه بابريكا لو حابين هيك صارت الحشوة جاهزة نرجع للعجينة المرتاحت وتخمرت قطعتها لكور صغيرة وسخنت الشواي منيح بعدين حطيت فيها العجين وسكرتها تقريبا دقيقتين ثلاتة لحتى تطلع ريحة العجين وتاخد هالتحميرة الحلوة بتكون استوات وصارت جاهزة معنا للحشي بتركها لتبرد شوي بعدين بعمل فيها فتحة وبحشيها حطيت خس بعدين حطيت حشوة التونة رتبتها بصحن التقديم وقدمتها وبلعا فيه مقدما لكل حد حابب يجرب الوصفة